هعيطان هذا السؤال يعني متل ما بقوله هو من أكثر البديهيات استحقاق تس عادار يعني استحقاق مش هو مش هو المشكل المشكل كل الاستحقات اللي ورا لانه نحن عنا استحقات تندفع لسنة 2037 يعني عندي كل سنة اني سكر فويد وسكر من أساس المبلغ الأساسي لسبع وعشرين اصدار عملتهم الدولة اللبنانية جرم ما بعده جرم لذلك السؤال من وين بدنا نعملهم عادة بكل الدول نتدين مصاري كرميل انه نستثمر تحت هالاستثمرات تصير طيلع مصاري وبهاو المصاري الدولة تاخد عليهم ضرائب وتصير تقدر تسكر هالدين التبولة للأسف نحن كنا عم نتدين تنعمل انفاق وبآخر مرحلة كنا نتدين تنسكر الدين اللي قابله ونزيد شوي عليه تنغطي انفاقنا اللي عم يتصعد نحن باعتقادنا كل الظروف كل شي نشاط الاقتصادي خاف الاستيراد خاف كل شي خاف وما نشوف في افق حقيقة مع توقعاتنا بانكميش اقتصادي بيتراوح بين الخمسة والعشرة بالمية بالاحوال العادية وهلأ اذا الكورونا استفحلت في لبنان كمان بدنا نزيد عليهم الاثنان بالمية يعني في عنا مثل ما بقولوا متاهة كتير كبيرة على هذا الصعيد وحقيقة بكل صدق ما بنعرف من وين ممكن انه تتأمل الاموال مستحيل يعني على الصعيد الداخلي مستحيل اللهم إلا اذا الناس اللي حط مصريتها ببيوتها تقبل تعطي مصريتها للدولة ولكن الثقة صفر الثقة صفر يعني مستحيل مواطن حاطت مصاري ببيوته بالعملة الصعبة يجي يعطيهم للدولة اللبنانية وهي التي انفقت 91 مليار دولار ما بنعرف على شو ما بنعرف على شو بين الكهرباء بين المشاريع اللي بيخلصوا عطول بكارسة مالية بين الإنفاق الغير المنطقي غير العقليني البنزين يلي بيتنقلوا فيه المسؤولين الحكوميين والنواب وا 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 كله على حساب الناس ما بنعرف حقيقة ما في سئة ما في سئة على الإطلاق لذلك أنا باعتقادي رح يترد الوضع بشكل يعني ملحوظ لحد ما يكون في عنا تراجع بمطرح من المطارح وإلا رايحين على فوضى كاملة بالأشهر القادمة هلأ خطوة المصارف يعني مثل ما بقوله القرار اللي كان رح يطلع بقصة المصارف هل هو فينا نفسره لأرغامهم على جلب أموالهم اللي موجودة بالخارج ما بنعرف يعني هذه حقيقة طرحت هذه النظرية ولكن الأهم من هذا وكله الجواب على السؤال التاني في حال كانت هذه الخطوة كرميل أنه نجبر المصارف أنه تجيب مصرياتها من بره هل لهذه المصارف الحرية الكاملة أنه تجيب مصرياتها من بره ألا يوجد قيود من قبل الأمريكي على سحب هذه الأموال نحن باعتقادنا يعني الأمور معقدة وإن شاء الله ما تكون سودوية المرحلة اللي قادمة لأنه لبنان بيستاهل أنه يكون مزدهر ما بيستاهل يلي عم بيصير فيه ترجمة نانسي قنقر